السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سوف نتدرك حصة الأحد لأنني لم أقم بالتسجيل إذن سندرس كيف نقرأ نص بالفرنسية طبعا سنتعرف على الحروف التي لا تنطق يعني ما سر هذه الحروف كما تعودتم دائما حتى تتبتوها عندكم أيضا سنتعرف على بعض القواعد عند القراءة إن شاء الله إذن هذا النص بعنوان لماذا نضع الأطعمة في علب إذن سوف أقرب الكتابة حتى تتضح أكثر ثم نبدأ في القراءة يعني شيئا فشيئا إذن لاحظوا معي لماذا؟ لماذا؟ إذن لاحظوا معي هنا تحدثنا عن هذا الحرف كي قلنا أن ك عندما نريد أن نكتب بعده حرف متحرك مثل هنا لابد أن نكتب يعني بجانبه الحرف يكتب ولا يقرأ نكتبه ولكن لا ننطقه لذلك فهنا لا نقول لا نقول لك لا نقول لك 所以 نقول لك يعني لك لا ينطق يكتب ولا ينطق إذن zde or إذن هنا لابد بل يجب أن نقوم بالليازون يعني الربط بين آخر حرف تابت وأول حرف متحرك لابد أن نقول ميتون وليس ميتون لماذا؟ لأن هنا هذه العملية في الفرنسية تسمى l'inversion du sujet ما معنى l'inversion du sujet؟ يعني أن le sujet الفاعل بدلنا ما كانه مع الفعل في العادة نقول أن مي ولكن l'inversion du sujet قلنا متون يعني أن كانت هنا أصبحت هنا ثم le verbe مي كان هنا أصبح هنا هذه نسميها l'inversion du sujet نستعملها عادة في طرح السؤال لأن هذا السؤال كما ترون لذلك قمنا بل inversion du sujet إذن يمكننا أن نطرح السؤال بهذه الطريقة هناك طرق كثيرة ومن هذه الطرق يعني نقوم بل inversion du sujet إذن pourquoi mettons les aliments لاحظوا إذن هنا أيضا لابده يجب لذلك قلت لكم سوف نتعرف على بعض القواعد أيضا بالنسبة للفرنسية لابده بل يجب هنا la liaison la liaison يعني كما قلت لكم الربط بين آخر حرف متابت وأول حرف متحرك إذن لماذا هنا يجب أن نقوم بلا liaison لأن هناك قاعدة تقول أن la liaison تكون obligatoire تكون واجبة ما بين ما بين ما بين ما بين les articles و les noms التي بعدها يعني ما بين les articles le la un un d هذه تسمى des articles les articles definis أو indifini يعني أدوات تعريف أو أدوات نكيرة والأسماء التي تأتي بعدها إذن نقوم بالليaison دك لذلك أقول les aliments وليس les aliments شيء آخر هو أن le s عندما نقوم بالليaison يقرأوا z يقرأوا z les aliments les aliments أيضا هنا لاحظوا معي هنا les aliments لم ننطق t ولم ننطق s إذن لماذا لم ننطق t و s قلنا أن الحرف الأخير إذا كان ساكنا لا ينطق قلنا أن جميع الحروف إذا جاءت في الأخير الحروف ساكنا إذا جاءت في الأخير لا تنطق ما عدا fqql يعني الحروف الأربعة التي تعرفتم الآن عليها التي نكررها في كل درس من هذه الدروس فqql فqql إذن فقط للتذكير الحروف هي sqql sqqql ما عدا هذه الحروف الأربعة إذا جاءت في الأخير تنطق تنطق وليس لا تنطق داكور إذن نعود إلى النص les aliments un un b wa te boîte بوات داكور إذن s لا تنطق لأنها جاءت في الأخير و e أيضا هنا لاحظوا معي هذه الكلمة يعني s هنا للدلالة على 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 ماذا للدلالة على الجمع s هنا للدلالة على الجمع أصل الكلمة ماذا أصل الكلمة أصل الكلمة هو بوات تكتبوا هكذا بوات داكور ولكن لأن هذه الكلمة هي في الجمع أضفنا لها s يعني بوات داكور قلنا أن الحروف المتحركة إذا جاءت في الأخير لا تنطق e هنا لا ينطق ماذا أقول هذا اليوم يعني لا أركز قلنا أن الحروف المتحركة إذا جاءت في الأخير تنطق معد معد حرف e إذن سأعيد سأعيد حتى لا يعني لا أخلط عليكم الأمر لاحظوا معي الحروف المتحركة التي هي levoil يعني a e i o u y هذه الحروف إذا جاءت في الأخير تنطق تنطق معد حرف واحد هو e هذا الحرف e إذا جاءت في الأخير لا ينطق معد مع يعني إذا جاءت يكون مع حرف واحد أو حرفا يكون صوت واحد مثل هذا ينطق أما إذا جاءت في هذه الجملة كما في هذه الكلمة في الأخير فهو لا ينطق عكس الحروف الساكنة إذا جاءت في الأخير كلها لا تنطق معد التي رأيناها يعني الحروف الأربعة ف غ س التي تنطق ك إذا جاءت معزولة ك و ل هذه الحروف هي التي تنطق وقلنا أن هذه ليست بقاعدة مطلقة وإنما هي قاعدة تساعد كثيرا على تعلم القراءة في الفرنسية لكنها ليست مطلقة لأنه يوجد استثناءات توجد استثناءات إذا نكمل إذا نبدأ لاحظوا معي لا نو غي ت غ لا نو غي ت غ أعيد لا نو غي ت غ لمن يريد أن يصحح النطق لديه لابد من أن يردد من بعده بصوت مرتفع دك كما أقول لكم لابد من الصوت المرتفع حتى تستفيدوا من تصحح النطق لا لا نو غي ت غ لا نو غي ت غ إذن هنا أ لا ينطق لماذا؟ لأننا قلنا أن الحروف المتحركة إذا جاءت في الأخير تنطق معدى أ دك لنوريتور لنوريتور يعني الغداء أو الطعام لنوريتور الطعام لاحظوا معي س س غ ت س غ ت سغت سغت إذن الآن تعرفتم أن أ في الأخير لا تنطق سغت س غت سغت يعني يفسود يفسود لاحظوا معي ك ك إذن هذا صوت واحد قلنا أن ك إذا جاء بعدها لا ينطق يكتب ولا ينطق يعني لا نقول ك لنقول ك نقرأ ك لأن هذا الحرف يكتب ولا ينطق دك أيضا لاحظوا معي هنا د إذن ليس ضمن حروف فق التي قلنا إذا جاءت في الأخير تنطق إذن ثغ كل إذن د هذا لا يوجد بين هذه الحروف لذلك لا ينطق نقول ك وليس ك د دك إذن نقول ك لكن لاحظوا معي هنا أن هنا سوف نقوم بلا ليازون يعني الربط بين آخر حرف ساكن وأول حرف متحرك إذا قمت بالربط ففي هذه الحالة أقرأ الحرف الأخير يعني لن أقول ك سنقول ك ك ك ك لاحظوا شيء آخر أنني عندما قمت بالربط د أصبح ينطق مثل ت لم أقول ك لم أقول ك ك وإنما ك ك ك ك دك إذن هذه قاعدة قلنا أن آس إذا قمت بالليازون مع آس لاحظوا معي قلنا أن آس في لليازون كيف ننتقوها؟ ننتقوها ز دك نفس شيء بالنسبة للد د إذا قمت بالليازون أنتقوها ت أنتقوها ت دك إذن في هذه النصوص يعني كل نص تتعرفون فيه عن قواعد تساعدكم في القراءة الصحيحة إذن كنتم لَا لَي س لَا لَي س إذن هنا أ في الأخير قلنا لَيُنْتَق إذن نبدأ اللَنُّرِيُّرِيُّرْيَوْا أَطْعَامُ أو الْغَدَاءُ سَغَتْ سَغَتْ يَفْسُدُوْ كَنْ عندَ عندَ كنتم لَا لَسْ عندَ تَرْكِهِ عندَ تَرْكِهِ واحدوا تَ خُوْ تَ تَ خُوْ إذن هذه الكلمة فيها قاعدتان القاعدة الأولى هو أن بي في الآخير لا تنطق لأنها ليست ضمن حروف فغكل فغكل دونك هي ليست ضمن هذه الحروف التي تنطق إذا جاءت في الآخير إذن لذلك لا تنطق القاعدة الثانية هو أن غ لم نقل طغو لم نقل طغو وإنما قلنا طخو إذن لماذا نطقنا خ لأن الحرف آغ إذا جاء قبله كتف بي يعني الأحرف التي هي ك ت ف ب وقلنا جمعناها في هذه الكلمة كتف بي حتى لا تنسى كتف بي إذن هذه الحروف إذا جاءت قبل قبل آغ ينطق هذا الحرف ينطق مثله مثل حرف الخاء في العربية دكار ينطق مثل حرف الخاء في العربية لذلك هنا قلنا تخو وليس تغو تخو لان لان تان لان تان إذن لاحظوا هنا أيضا هناك هناك عدة حروف يعني لم تنطق في الآخير حرفان يعني لبي والأس وأيضا هنا لم ننطق ج لان طن لاحظوا إذن لماذا لم ننطق ج الموجودة في الوسط ولماذا لم ننطق بي أس الموجودة في الآخير إذن أظن بالنسبة لبي أس هذا الأمر واضح لأن لقلنا الحروف التي تأتي في الأخير ساكنة طبعا لأن هذا الحرفان ساكنة دي 콘سون الحرفان ساكنة إذا جاء في الأخير إذا جاء الحرف ساكن في الأخير لا ينطق معظة الحروف التي هي ضمن فغكل فغكل إذن بي لا توجد ضمن فغكل وأس لا توجد ضمن فغكل لذلك بأس لا ننطقها دكار الآن ج لماذا لم ننطقها لاحظوا قرأنا ولم نقرأ أظنكم لاحظتم ذلك لم نقل قلنا إذن هنا لماذا لم نقرأها الأمر بسيط هذه الكلمة ماذا تعني تعني مدة طويلة إذن من معنىها يتضح أن الكلمة تتكون من كلمتين إذن لاحظوا معي تتكون من هذه الكلمة التي هي ما معنى لون لون يعني طويل وتتكون من طن ما معنى طن يعني وقت وقت طويل إذن هذه الكلمة هي مكونة من كلمتين لذلك نتعامل معها كما لو أن هذه الكلمة بمفردها وهذه الكلمة بمفردها هذه تنتهي بالج الج ليست ضمن حروف فغكل لذلك لا تنطق لذلك نقول لون تنطق لأنها ليست كلمة هي مكونة من كلمتين كل واحدة على حدا لون تنطق قلنا عند تركه مدة طويلة في الهواء طعام يفسد عند تركه مدة طويلة في الهواء أ لي غ إذن لاحظوا هنا نطقناها لماذا نطقناها لأنها ضمن حروف فغ كل لذلك نطقت هنا ورغم أنها جاءت في الآخير إذن الآن د با ك ت غي د بكتغي إذن هنا لم تنطق دي بكتغي هنا نطقناها ك لأنها جاءت جاء بعدها حرف متحرك الس عندما يأتي بعده حرف متحرك ينطق ك بكتغي قلنا أس لا ينطق إذا جاء في الآخير هنا لماذا لم ننطقه لأن الكلمة أصلها أصلها بكتغي تنتهي في الآخير بأ لذلك لا ننطق أ وأس التي أضفناها هي فقط للدلالة على الجمع دي بكتغي دي بكتغي البكتيريا دي بكتغي ص غ ت صغت إذن صغت نفس نفس الذي قلناه عن دي بكتغي صغت أس لا تنطق جاءت في الآخير ثم أ لم ننطقها لماذا لأن أصل الكلمة هو صغت تنتهي في الآخير بأ لذلك لا تنطق أ وآس هي فقط للدلالة على الجمع صغت صغت يعني أنواع د مينا مي مي ك لماذا هنا نطقنا ك لأن نلاحظوا بعده حرف ساكن حرف ثابت إن كونسون ميك خو ب مي 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 إذن لاحظوا هنا أس لا تنطق الآن تعرفنا بعدما رأينا أمثلة متعددة أس تدل على الجمع أصلا لا تنطق إذا جاءت في الآخير هنا أصل الكلمة مي مي ينتهي في الآخير بأ لذلك لا ينطق دميكروب دميكروب أس قلنا لا ينطق هنا لاحظوا معي غ لم نقل دميكروب لم نقل ميكروب قلنا ميكروب لماذا قلنا ميكروب لأن غ مسبوقة بك وقلنا أن غ إذا جاءت مسبوقة بأحد الحروف الأربعة التي هي كتف بي كتف بي يعني التي كتبنا هنا كتف بي تقرأوا خ إذن ك ضمن هذه الحروف لذلك قرأنا خ ميكروب داكار صغط دميكروب يعني أنواع أنواع من الميكروبات سي سي لاحظوا إغ تقرأوا مثلها مثل إ سي أن أن س ط ل لاحظوا أيضا هذا المشكل يقع فيه الكثير الكثير من التلاميذ يقولون سي انستالون سي انستالون مع أن هذا يقرأ سي انستال سي انستال إذن لماذا هنا لم نقل سي انستالون لأن هذا أو هذه الكلمة هو فعل لفر سي انستالي لفر و لفر انستالي عندما نصرفه يأخذ بعض النهايات في الأخير تدل على مع من هو متصرف يعني هل هو متصرف مع الجامع هل هو متصرف مع المفرد إلى آخره داكار أنتم تعلمون أن النهايات الخاصة بي لفر الحادر داكار 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 يعني أفعال مجموعة الأولى النهايات الخاصة به هي إذن هنا لماذا وضعنا ENT لأن هذا الفعل سي انستالي هو مصرف مع la troisième personne du pluriel يعني الدمير الثالث في الجامع داكار الذي هو إيل إيل داكار سي انستال إذن هنا سي انستال تعود على دي باكتغي دي باكتغي سي انستال يعني البكتيريا البكتيريا تستقر هناك إغرق هنا هو ضمير ضمير يعود على يعود على اسم يحل محله وهنا إغرق جاءت لتفادي التكرار لنتفادي بها التكرار داكار هذا هذا الدرس يعني كنت أقول لكم أن الدرس موجود في القناة يعني تتعرفون على متى نضع إغرق ومتى نضع أم كيف نقول يعني لتفادي التكرار وأخبرتكم عن ذلك أخبرتكم عن ذلك ولكن قلتم لي أنكم لم تجدوه في القناة سوف أريكم الآن كيف تبحثوا عنه في القناة هذا الدرس الذي سترونه الآن هو يشرح يعني بالتفصل متى نستعمل إغرق لنتفادي التكرار في الجملة يستعمل في الشفوي وفي الكتاب هذا يعني نعوضه سواء كنت أتحدث في الشفوي أو كنت أتحدث في الكتاب يستعمل معهما معا إذن فقط سوف أحاول أن أدخل لاحظوا معي هذه هي سوف أبعد قليلا الشاشة الشاشة إذن لاحظوا هذه هي القناة إذن سوف أدخل إلى القناة نعم لآن عندما دخلت إلى القناة لاحظوا أين ستجدون هذه الدروس سوف أدخل إلى بلاي لست قائمة تشغيل ثم سأذهب إلى لاحظوا معي إلى هذا هنا هنا مكتوب عليه للمستوى المتوسط قواعد اللغة وتصريف الأفعال في الفرنسية إذن هنا سوف تضغطون على هذه وستظهر لكم هنا الدروس الموجودة يعني متى نستعمل 2 ومتى نستعمل 2 سوف تفرقون بين الاستعمالات متى نستعمل 2 و 2 هنا أيضا كل ما يتعلق ب تو ومتى ننطق توس ومتى لا ننطق يعني هذه أيضا قاعدة من المهم أن تتعرفون عليها أيضا هنا تعرفون متى يكون لأش مي ومتى يكون لأش أسبي لأن هما الاثنان لا ينطق فقط الفرق بينهما هو أن لأش مي نتعامل معه كما نتعامل مع الحروف المتحركة والآخر العكس الآخر الحروف التابعة المهم هنا لنغاش حتى لنضيع الوقت سوف أريكم أين هو الدرس هو هذا البرنم ي إذن هذا هو الدرس الذي يريكم بالضبط متى نستعمل ي وأيضا هنا البرنم أن متى نستعمل أن إلا أن هذين الدرسين كما تلاحظون أن هنا البرنم أن وهنا لكن مكتوب هنا la première partie الجزء الأول وهنا la deuxième partie الجزء الثاني إذن لابد من البداية تشاهدون هذا حتى تفهموا الدرس الموالي لأن هنا ترابط بينهما هذا ما كنت أريد أن أريكم لأن نكمل لنكمل الآن قلنا سي ان س طال سي انستال إذن ENT لماذا لن ننطقها لأنها قلنا لأنها فقط نهايات نتعرف بها على الفعل مصرف مع أي ضمير إذن هنا نعرف أن من خلال النهاية من خلال ENT نعرف أنه مصرف مع الثانيات الموالي يعني الثالث في الجمع دا إي لا فون إذن هنا لماذا تي لم نقل فونت لأن تي ليست ضمن حروف فغكل دا الآن بدأتم تتعرفون يعني على الحروف لماذا لا ننطقها سوف أكبر الصورة بعد الشيء فون لاحظوا معي بو بو غي غ بو غيغ بو غيغ إذن جاءت في الأخير تنطق لماذا قلنا لأن لأن ضمن حروف فغكل التي تنطق إذا جاءت في الأخير التي قلنا عليها أنها تنطق بو غيغ إذن قلنا يعني تستقر هناك يعني يعني تجعلها تتعفن دك تجعلها تتعفن بو غيغ الآن دون دون إذن أس لا ينطق لأنه ليس ضمن حروف فغكل دون لي ب و ت لبو إذن إذن أس لا تنطق و أ لماذا لا تنطق قلنا أن يعني تحدثنا عن هذا الأمر قلنا أن بو تنتهي في الأخير بأ لذلك لا تنطق دون دون بو بو دون ل بو يعني في العلب ل ل ز لي مون الأطعمة إذن لاحظوا معي قلنا أن هنا لابد أن نقوم بالليازون يعني الربط بين آخر حرف ساكن وأول حرف متحرك لذلك ننطق لز ليمون أس عند لليازون ينطق ز لز ليمون دك هنا تأس لا تنطق لأن الحروف ساكنة إذا جاءت في الأخير لا تنطق مع فغكل إذن هذه ليست ضمن فغكل إذن لا تنطق ص ص تي لا تنطق لأنها ليست ضمن حروف فغكل آ لا ب غي إذن إ هنا تنطق لأن قلنا الحروف المتحركة إذا جاءت في الأخير تنطق مع الحرف بكتيري نطق في معذل عن الهواء غ وبما أننا سنقوم بلا اليازون سوف ننطق س سننطق ها ز تنطق لنطق يعني أن تصل إليها لا تستطيع الوصول إليها لنطق 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 لأن هذا من حروف فغكل لنطق لا يمكن لنطق هناك تنطيعوا أن تلحق أن تصل إليها لتتليفها أو لتلحق الضرار بها الآن سوف فقط أعيد الكلمات أو الجمل وأنتم حاولوا أن تعيدوا من بعد لتصحيح النطق لديكم لا نوريتور لا نوريتور لا نوريتور إذن أعيدوا لا تنسوا بصوت مرتفع س غات س غات كن تن كن تن لا لس لا لس إذن أعيدوا من بعد بصوت مرتفع تر لنطق تر لنطق ألع إذا كنتم إذا كنت يعني أسرع من الأفضل توقفوا الفيديو ثم ترددوا من بعد شكرا لنطق فَنْبُرِرِ فَنْبُرِرِ دُنْ لِي بواتِ دُنْ لِي بواتِ لِي بواتِ لِي بواتِ سَنْ تَلَبْرِ سَنْ تَلَبْرِ هُنَا أَكُلْ تَلِي أَننِي أَكُمْ بِلَا لِيَزَنْ سَنْ تَلَبْرِ دُلَرِ دُلَرِ وَمَرْبَا لِي بَقْتَلِ النَّفِ peuvent les atteindre pour les détériorer إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله ترجمة نانسي قنقر موسيقى